السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير زي ما انت شايفين كده انا عامل معكم كيكة اللي هي ميكس اتنين في واحد احنا هنا بنحبها بالشوكولاتة وفي اللي بيحبها باللبن طبعا انا اولادة خانق عليها اللي عاوز بالشوكولاتة واللي عاوز باللبن فانا حبيت يعني ايه ان انا اراضيهم هما الاتنين وعملها شوكولاتة باللبن زي ما انت شايفين كده بس الصراحة كان طعمها تحفها وكانت حلوة وزبطت معايا دي كيكة اللي ممتدئين لو انت اول مرة تعمليها وبعدين بنوفر في البيت لو حب كمان تحط بيضة واحدة ممكن تحط بيضة مش كفاء يعني مش لازم ان انت تحط اتنين لو حب تحط من ثلاثة الاربعة حطي اللي هو البيضة المتوفر عندي كانا بحب نوفر معاك بس هنا معايا دي ادوك اللي مبود عندي دي ده انا كنت اجابها ساعتك احكول بس كنت اجابها منه يعني فانا هستخدمه لاني فيه دقيق اللي هو دقيق الروضة لو حب اني تتعمل حلويات ببقى احسن من دقيق الزيرو او دقيق اللي هو عند العطار فدي المكانتين انا عامل بيها انا خدت هنا تاع ربعمائة وخمسين جروم من الدقيق وهعمله على نص كيلو لبن طبعا دي كعائلية يعني اللي هو حجمة ستة وتلاتين اللي هي الصينية وهنا طبعا معايا الطبق اللي انا هعمل فيه اه ومعايا هنا طبعا حاجتين مهمين اللي هي الايه المضرب ومعايا هنا الصفة اذا ما انتم شايفين كده المصفة عشان اعمل بها دي بالشكل ده طبعا بنخل دي بالشكل ده وقع عشان لو فيه اي تقتلات فبتشل معايا وبنفس الوقت بتدي ايه اه براحل من الكيكة تنفيش معايا بيستهل معايا يعني العملاتها النفش هنا خلاص كنت عملت الديق طبعا ده 450 جروم على نص كيلو لبن ومعايا هنا الباكين باودر طبعا لو ما عندي كيش اللي هو البطرمون هجيبي كيس كيكشيف وكيس بيكين بودر انا باخد هنا معلقتين ونص من البيكين بودر بديل الكيس طبعا الكيس في معلقة كبيرة زي ما انا بورها لكو دي فانا طبعا باخد هنا عشان ما عنديش الكياس وعندي البطرمان فباخد منه معلقتين ونص زي ما انتوا شايفين كده انا عملت يعني على اول فيديوهاتي في القناة كنت عامل معكم كيكا بالشوكولاتة ببيضة واحدة وكنت معايار معنالكم المعيار الضيق ومعيار اللبن فلو حبيني يعني انتوا شوفوها انا هنا باخد عندي الكيسين فانيليا وبقل بين المكونات الجافعة ربعضها البيكين بودر والفانيليا والضيق طبعا لو اول مرة ايه تعمليها دي كيكا يعني بيستهل عملاتي كيكا للمبتدئين طبعا الطريقة التانية انا عملها بالشوكولاتة غير كده خالص ولو حابين تشوفوها انزلوا في القناة وحتلقوا كيكا بالشوكولاتة هنا بقى ببدأ معاكم طبعا حطيت المكونات الجافة معايا ومعايا هنا السمنة السمنة هنا بتبقى اربع معالق سمنة لو حابيني انتوا تضيفوا زيت او على السمنة يعني عشان توفروا او مش متوفر عندك السمنة ممكن انتوا تحطوا عادي ومعايا هنا البتين بكسرهم بالسمنة بالشكل ده طبعا دي السويل وهناك عملت الدقيق والبيكم بودر والفانيليا لو حابيني انتوا تحط الفانيليا على البيض عشان بتقزي فرعادي بس هنا البتكا معايا اللي هو البيض البلدي فما كانش متى سفاره خالص معايا هنا بقلب السمنة بالبيض بالشكل ده وبحط السكر طبعا السكر انا لقيت هنا السكر كتير فحابتي ان انا اخد ايه بالشكل ده اللي هو ايه بتاع كباتين زغيرين من السكر اللي هي كبات الشاي وبقلب بالشكل ده لحد ما تدوب معايا وتتكرمل بالشكل ده معايا وببدأ بقى ان انا ايه اضيفها للدقيق واضيف لهم اللبن واقلب بقلب مكوانات كله على بعضها ده نص كتيره لبن بالزبط يعني ماخدتش منه حاجة عشان انا هعملها كيكة يعني عاملها كبيرة فالسانية يعني ايه بتشيل الكمية دي بضيف هنا بقى المكوانات على بعضها بالشكل دوق وابدأ بقى ان انا اقلبهم بعد ما حطي لها اللبن هنا بضيف اللبن بالشكل دوق اه حاطتي كله وبعدين بقلبها المكوانات كلها ويبقى معايا الكاكاو بخليه في الاخر بعد ما ما اخد نص العجينة اللي هي البيضة بروح حطها بقى ايه كاوكاو على النص الدقيق جربوا الطريقة ديكو ان شاء الله تعجبكو كمان هتبقى مديالكو الطعم اللي هو الشوكولاتة بنفس الوقت الكيكة باللبن اللي هو اللي بيحب الشوكولاتة واللي بيحب اللبن اه يعني ايه جميلة جدا للنوعين كده بدأت ان هي خلاص مسكت معايا انا ما حبيتش النيات يبقى مسكة قوي ما حطي طلعش ديك تاني لان انا عندي هنا لسه الكاكاو مضيفة ووش وببدأ بقى ايه ان انا بجيب الصينية بديه هنا عساملة بالشكل دوق منع اللحرف والقعر كويس جدا وبيبقى عندي مسلا معلقة دقيق او رش الدقيق بارح رشوها وبوزعها برضو بالصينية علشان الكيكاية ما تبقاش لزق معايا في الصينية انا هنا بحاول انا اوزع الساملة بالشكل ده وكده كانت اتوزعت على الصينية كلها وبجيب بقى ايه رشة دي صغيرة وحاول انا اوزعها بالشكل ده وبرضو على الصينية يعني انت ايه بتحاول اللي انت تحرك الصينية كده وهو اللي السامنة بتشرب اللي ايه بحيس برضو ان انت لما تحط الكيكا بعد ما تستورك تشيليها تيبقى اعراها مش لازع انا بعملها كده للمبتدئين انا تبقى سهلة معاكو لان اول حاجة بتبدأ ان انت تعمليها فلو بضت مني كنت اعبطت لتعملها تاني فانا بحاول ان انا ايه اوركو حاجة بسيطة بس ايه تزعبكو هنا بضيف هنا رقى نص الكيكا او نص العجينة بالشكل ده لو ملاحظيني ان هي العجينة سايبة بش ماسكة قوي لان انا لسه ما حاطيتش الكاكاو ده رقى مية وخمسين جرام من الدقيق على نص كيلو لبن او الشكل ده لو عملها تعملوها اللي هي كيكا باللبن كلها مش هتحط كاكاو فممكن ان انت تحطو نص كيلو دقيق على نص كيلو لبن بالشكل ده وببدأ بالان ايه اضيف الكاكاو على العجينة التانية وقال لي بقى كويس لحد ما بديبقى معايا متماسكة ويتوزع فيها كاكاو طبعا انا هنا يا جماعة كنت بصور طبعا بايت وبعمل الكيكا بايت التانية فبحاول ان انا ايه اصور كويس فعذريني بقى لو في حاجة كده وكده هنا بقى كانت تتبت معايا لو بصدر الكوام تقيل عن الكوام التاني فحبيت بقى ان انا ايه اوزعها على الكيكا التانية بالشكل دوك فلاقيتها مش هينفعل ان هو يبقى خفيف فكبتها وبدأت ان انا اوزعها بال بالعصائي بتاع اشيش دوك يعني وزعت معايا اسهل كده انا حطيت الكمية بشكرات على الكمية للبن بالشكل دوك ووزعها بالشكل ده بالعصائي ديك زي ما انتوا شايفين كده انا كنت اعملها الاول بالكاكاو بس يعني ايه حبيتها راضيعي اولادي اللي عاوز باللبن واللي عاوز بالشوكولاتة فقلتوا انا هاطف ديها على دي وعملها لكم اتنين بواحد والصراحة كانت تعمي مختلف جدا عن الملبن او المشوكولاتة فكان طعم جميل ولو حبيت يجربوا الطريقة ديها بيها جميلة جدا وان شاء الله تعجبكم انا هنا بوزع الكيكا بالشكل ده لحد ما تتوزع كلها يعني هي كان منظرها الصراحة طحفة ونجحت معي برضو بالتشكيل بتاعها في الوقت يدوك قبلها بخمس دقيق بيكون مولع الفرن على 180 درجة بحيث ان هو يسخن ويبقى جاهز وتعمل معي على طول متاخدش وقت هنا كنت خلاص بوزعها بالشكل دوك يعني ايه بحاول ان انا دخل اللبن بالشوكولاتة لان كمية الشوكولاتة كانت اكتر من اللبن او بالشكل ده كنتوزعت معي وطبعا ما تنسوش وانت بتشتير الكاكاو ان فيه نوعين النوع غالي والنوع رخيص الكاكاو اللي هو الغالي هو الاحزن وبنفس الوقت بيبقى غامق عن الكاكاو التاني كده خلاص كانت جاهزة معي وببدأ بقلنا احطها بالفرن كنت مولع الفرن قبلها بحيث ان هو يسخن معي بالشكل دوك بزبطه بقى ايه على الدرجة بتاعته وببدأ بقى نحط الصينية لحد ما تبدأ معي بقى لا تنفيش منه تنفيش ويتستوي وبعد كده بروح مولعها لها الشوالة من فوق طبعا الفرن ده جميل جدا لاني بيوريني اللي داخل الفرن بالشكل ده من غير ما افتح الفرن بالاضاءة والازاز انا كده بحاول درجة الحرارة ان هي تبقى بالشالة عشان تاخد التحميلة بتاعتها وتبقى جاهزة طبعا تسيبها قدى خمس دقايق بالفرن او عشر دقايق ما يطلحش من الفرن لما تهدها شوية وبنفس الوقت التقطيع لما تبرد ما تقطعش يعني بساعتها عشان بيبقى سخنة وممكن انها تلزق بالقعر او تفرون منك وبوص فانت تسيبها شوية في الفرن واستيبها شوية لما تهدها خالص وتبدأ بقى ايه تبقى مسكة معاك وانت بتقطعيها عشان ما بوص منك هنا هي كانت سوى واحد ومشاء الله كانت جميلة جدا شكلا وطعما وبنفس الوقت رهدتهم وده كان منظرة بعد ما قطعتها باوركوا بس العلو بتاعها او الشكل ده كانت متوزعة من تحت باللبن ومن فوق بالشوكولاتة وكان طعم جميل جدا والمقدير كانت مظبوطة معايا والسوى بتاعها كان برضو حلو وكان ما شاء الله يعني عجبت اللدقها وبنفس الوقت رهدتهم وعملت لهم النوعين اتنين في واحد لا عجبتكم ما تنسوش بقى تنسو الشراك والفعل والجرس ودوسوا لايك وتعليق او كومنت منك وحلو جميل كده للتشجيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة